والأرض ننقصها من أطرافها ماذا؟ هذه درجة الناس على التصور بأنه هذه الآيتين التي وردتها في سورة الرعد والأنبياء وردت نفس الآية تقريبا في سورة الرعد وفي سورة الأنبياء أولا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أنا أفهمها كما هي في القرآن أنه يقصد الدول كيف الدول تبدي تضاعل العظمى يعني هارون رشيد مثلا إشقات كان يحكم ومنين يحكم؟ يحكم من حدود الصين إلى الأندلس إلى إسبانيا كلها يا سماء أمطري أو يا غيمة أمطري فأينما أمطرتي فإن خراجك عائد إلي هالشكل العظمة بس بعدين شنو شوية 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 قامت الثورات في أطراف المملكة أو الامبراطورية العباسية وأنقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ لأنه لو تقرأ الآية شو تقول الآية؟ بسورة الأنبياء بل متعنا هؤلاء وأباءهم حتى طال عليهم العمر أولا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون؟ يعني يقولون نحن إمبراطورية وعظمة وما أحد يغلبنا وهس بالعالمنا هم هناك إمبراطوريات كما تعلم وتخوف هذا وتخوف ذاك وتعمل حصار على هذا وتخنق ذاك ويقول لك إيش نحن أخوياء عظمة شبنغلر نفس الشيقان؟ نعم صح؟ نعم صح في انهيار الحضارات نعم قال أن الحضارات تنهار من خلال ما يحصل لها من تردي أو تآكل ننقصها من أطرافها